السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي اليوم سوف نقوم بالإجابة على تدريبات درس حزاري يا صغيري أقرأ وأجيب الأم والأب كتب لأطفالهما قائمة ب الأغراض التي يجب شراؤها أم الأدوات التي يجب استخدامها أم الإرشادات التي يجب الانتباه إليها أم الأطعمة التي يجب تناولها الإجابة الصحيحة هي الإرشادات التي يجب الانتباه إليها ماذا فعلت الأم بعد أن تشاورت مع الأب؟ هل سجل الإرشادات على شريط فيديو؟ أم كتب الإرشادات في قائمة وعلقاها؟ أم أوصي الأخ الأكبر أن يحل محلهما؟ أم استسلم وتوقف عن الإرشاد؟ الإجابة الصحيحة هي كتب الإرشادات في قائمة وعلقاها أين علقت قائمة الإرشادات؟ هل في المجلس أم على باب الثلاجة؟ أم فوق السرير أم أمام البيت؟ الإجابة الصحيحة هي على باب الثلاجة أرتب الأحداث الآتية كما وردت في النص في البداية سوف نقوم بقراءة الجمل ثم نقوم بالترتيب أصبحنا نعيد كتابة قائمة الإرشادات ونوزعها قرر الأب والأم كتابة قائمة بالإرشادات رأتنا أسرتي نعمل بالإرشادات التي وضعتها فكرنا أن نجعل من القائمة كتيبا علقت القائمة على باب الثلاجة في المطبخ طبعا رقم واحد قرر الأب والأم كتابة قائمة بالإرشادات اتنين علقت القائمة على باب الثلاجة في المطبخ ثلاثة رأتنا أسرتي نعمل بالإرشادات التي وضعتها أربعة أصبحنا نعيد كتابة قائمة الإرشادات ونوزعها خمسة فكرنا أن نجعل من القائمة كتيبا لماذا وقع الاختيار على باب الثلاجة لتعليق قائمة الإرشادات؟ هل لأن المطبخ هو المكان الذي يدخله الجميع؟ أم لأننا نفتح الثلاجة عدة مرات في اليوم؟ أم لأن المطبخ هو أكثر الأماكن خطرا في البيت؟ أم لأن باب الثلاجة هو أسهل مكان للتعليق؟ أم لأن المطبخ أقرب للأم من أجل إضافة تحذيرات جديدة؟ الإجابة الصحيحة هي لأننا نفتح الثلاجة عدة مرات في اليوم أختار سببا مقنعا وأشرحه لذملائي لأن عندما تفتح باب الثلاجة فمن المؤكد أنك ستقرأ الورقة وتتذكر التحذيرات أبحث في قائمة الإرشادات عن التوجيه الذي أثار انتباهي ثم أذكر السبب التنبيه هو يجب عدم تناول الأدوية وكأنها حبات من الحلوة لأنها ممكن أن تضرني بدلا من علاجي أكمل الفراغ في الجمل الآتية بما يناسب من الصندوق أيها يا أيتها حذاري يا صغيري احذر أيها الفتى الشجاع احذري أيتها البنت اللطيفة انتبهوا لمرور السيارات أيها الأطفال لا تقفزي من الدرجة يا سعاد هنا نلاحظ أننا استخدمنا أيها مع المفرد المذكر أيتها مع المفرد المؤنس وأيضا تستخدم أيها مع الجمع المذكر أستخدم لا أو ما أو لم في جملة من إنشاء مثلا نقول لا تأكل الطعام الفاسد أطرح سؤالين على زملائي أحدهما يبدأ بلماذا والثاني بكيف لماذا تذهب إلى المدرسة كيف تذاكر دروسك أضع الشدة على الحرف المناسب في الكلمات التي بين قوسين في الفقرة الآتية قبل أن نضع الشدة سوف نقوم بقراءة الفقرة ثم نعود إلى الكلمات الملونة التي تحتاج إلى الشدة ونضعها فوق الحرف المناسب المسرحية المرورية قالت المعلمة الآن سنعرض مسرحية من يريد أن يسجل اسمه للحضور انطلق أكثر التلاميذ يسجلون أسماءهم ثم جلسوا في مقاعدهم وما أن فتحت السطارة حتى على التصفيق وظهر ممثل يمثل دور الجد قائلا الرصيف مكان آمن للمرة سأسير على الرصيف بهدوء ثم التقى الجد شرطيا يساعد الأطفال على قطع الشارع فقال له ماذا تفعل أيها الشرطي أجاب الشرطي أدرب الأطفال على قطع الشارع قال الجد شكرا لك يا بني ثم وجه كلامه إلى الجمهور وأنتم أحبائي هل تدربتم على كيفية قطع الشارع الآن سوف نقوم بوضع الشدة هنا عندما ننطق الكلمة لابد أن ننطق الحرف مرتين الأول يكون ساكن والثاني متحرد هنا قالت المعلمة هنا ننطق حرف اللام مرتين مرة ساكن والمرة الثانية متحرد إذن نضع الشدة على حرف اللام وتحتها كسرة الآن سنعرض مسرحية هنا نطقنا حرف الياء مرتين مرة ساكن ومرة متحرد سنضع الشدة على حرف الياء من يريد أن يسجله هنا نطقنا حرف الجيم مرتين مرة ساكن ومرة متحرد فنضع الشدة على حرف الجيم اسمه للحضور انطلق أكثر التلاميذ يسجلونه هنا الشدة على حرف الجيم أسماءهم سم هنا الشدة على حرف الميم جلسوا في مقاعدهم وما أن فتحت السطارة حتى هنا الشدة على حرف التاء على التصفيق وظهر ممثل هنا الشدة على حرف الثاء يمثل الشدة على حرف الثاء دورة الجدي هنا الشدة على حرف الدال قائلا الرصيف مكان آمن للمارة هنا الشدة على حرف الراء سأسير على الرصيف بهدوء ثم التقى الجد شرطيا الشدة على حرف الياء يساعد الأطفال على قطع الشارع فقال له ماذا تفعل أيها الشرطي هنا الشدة على حرف الهاء أجاب الشرطي هنا الشدة على حرف الياء أدربو هنا الشدة على حرف الراء الأطفال على قطع الشارع قال الجد هنا الشدة على حرف الدال شكرا لك يا بنيا الشدة على حرف الياء ثم وجه الشد على حرف الجيم لأنه نطق مرتين مرة ساكن ومرة متحر كلامه إلى الجمهوري وأنتم أحبائي الشد على حرف الباء هل تدربتم الشد على حرف الراء على كيفية قطع الشارع هنا الشد على حرف الياء أحاكي التعبير الآتي لا تقفز أبدا فوق الأريكة لأنه من الممكن أن تسقط أرضا ممكن أن نقول لا تقفز على الدرج لأنه من الممكن أن تكسر رجلك أحلل الجملة إلى كلمات هنا معنى كلمة أحلل يعني أفكك الجملة إلى كلمات أي نفصل بين كلمات الجملة إن محاولة اللعب على السلم يمكن أن تؤدي إلى سقوطنا إن كلمة محاولة كلمة اللعب كلمة على حرف جر السلم كلمة يمكن كلمة أن كلمة تؤدي كلمة وإلى كلمة وسقوطنا كلمة والكلمات إلى مقاطع هنا لابد أن نعرف أن المقاطع الصوتية حروف المد مع الذي يسبقها الحرف الساكن مع الحرف الذي يسبقه والحرف المتحرك يعتبر مقطع لوحده حريسة هنا الحا حرف متحرك مقطع لوحده والراء والياء ري مد بالياء فالراء والياء مع بعض مقطع والصاد مقطع والتاء المربوطة مقطع هنا يوجد حرف ساكن وهو حرف الراء فنضعه مع حرف النون الذي يسبقه مقطع النون والراء مقطع والكاف حرف متحرك عليه ضمة فنضعه مقطع وأبضاد مقطع حنفية هنا سوف نجد أن حرف الياء عليه شدة فنفك الشدة إلى أصلها أي حرفين الحرف الأول يكون ساكن والثاني متحرك فنضع الحاء مقطع والنون مقطع والفاء والياء التي عليها سكون مقطع والياء عليها فتحة مقطع والتاء المربوطة مقطع مفاتيح هنا سوف نجد حرف مد وهو الألف فالألف مع الفاء مد بالألف مقطع وفي مد أيضا بالياء مفاتيح فالتاء والياء مقطع فنجد أن الميم مقطع والفاء والألف مقطع والتاء والياء مقطع والحاء مقطع وهكذا نقوم بحل باقي الكلمات وتحليلها إلى مقاطع بنفس الكيفية أركب من الكلمات جملة مفيدة بمنقاره قطر العصفور الصغير ماء أخذ فنقول أخذ العصفور بمنقاره الصغير قطرة ماء أضيف المقطع ثم أكتب الكلمة كما في المثال أكتب بخط واضح ما يلي منتبها إلى رسم الحروف والكلمات هنا يقوم الطالب بكتابة الجملة حذاري الرجدة بالقرب من حوض السباحة بخط جميل وبالتشكيل أتأمل المشاهد ثم أحذر زميلي ممكن أن نقول لا تخرج من نافذة الحافلة لأنه من الممكن أن تسقط هنا لا تلعب في الشارع لأنه من الممكن أن تتعرض للمخاطر هنا لا تقفز فوق الماء الملوث لأنه من الممكن أن ينقل لك الجراسيم وبذلك نكون قد انتهينا من حل تدريبات درس حذاري يا صغيري شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته